بسم الله والإبن والروحة الكدسة لله الله تعالين أهناكم جميعاً في عيد الناس الجديد ومتدايب عام جديد 2023 وأود أن أرسل كل التقنية من أرض مصر إلى كل الإبارشيات والكنائس الضبطية الموجودة في رفوع المسكونة في أفريقيا وأسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا وأمريكا وأوروبا أود أن أرسلهم جميعاً باسم المجمع المقدس للكنيسة الضبطية الأولوكسية وباسم كل الأطباء الذين في مصر مغلق الجميع في عيد الميلاد البجيل بحسب الطهوين الشرطي وبحسب السنة الكدرية سنة الشهداء نحتفل به يوم 29 ليلة من كل عام في عيد الميلاد نتقابل مع مواطف كثيرة ولكن من أشهر المواطف الموجودة في هذا العيد أننا نناني بحسب الجروة أن بيت دحق لسبي الصغرى في ياموزة بيت دحق قرية صغيرة مغنورة غير مع مفاق المرة ولكنها زارت أشهر قرية العام وزارت تفتخر بميلاد السيد المسيح على أرضها وفي هذا المدر الصغير كنا الصغرى نظرنا إلى الأشياء الصغيرة في قصة الميلاد نتقابل مع النجم والنجم كما نعلم أنه في السماء يكون صغيراً جداً بحسب ورياتنا على الأرض ولكن النجم من بذلك كان له أكثر من صفر أنه يتحرك وأنه يتوقف عندما يتوقف المجووز بالراحة في أثناء رحلة المطوئة كان النجم هو الشفعة وهادية للمجووز الذين أتوا من بهذا المشرف الكامل وقدموا هداياه الزهب والنبان ومن ولكن بينا في هذا الأمر ووجود النجم أنه يرفع مظلمة إلى السماء وأنه يشير إلى حياة السماية فكان قصة في الميلاد اكتبتم بهذا النجم لأنها ترسل لنا رسالة نحن الذين على الأرض أن تكون حياتنا سماوية والحياة السماوية هي الحياة مبينة ونحتاجها على الأرض كسيرة والأرض تختلف بالخطيئة وتختلف بالشرط وتختلف بالمفاسد الكثيرة ولكن عندما يرتفع الإنسان إلى أن يكون كالنجم ويكون منيرا هذه هي الحياة السماوية القديس يحن ذاهبين تم له عبارة رائعة يقول أن تكون شمسا أو قمرا أو حتى رئيما المهم أن تكون في السماوية ممكن الشمس يعني تطرف الإنسان المشهور قوي والأمر الأقل شهرة والنجم يعني يمكن يكون مغموظ مثل نجم الميلاد المهم أن يكون الإنسان في حياة السماوية الأمر الثاني الذي نرى في مواقف الميلاد ومشاهد الميلاد حسب القديق القديم الشجرة شجرة الميلاد شجرة خضراء دائمة تذكرنا بالمزمور الأول الذي نصديه كفردحة للمزامين عندنا نقول على الإنسان الذي يسير في طريق الله أنه يكون كالشجرة المغروسة على مجال الميلاد الذي يقع في سماوية في حين ورقها لا ينتسل وكل ما يصنعه ينجع الشجرة ترسل لنا إسانة أن تكون حياتك مصمرة حياتك طولة عن مصمرة مصمرة بالفضيلة أو مصمرة بالسيرة الحسنة أو مصمرة بالعلاقات الطيبة الموجودة مع كل الإنسان شجرة الميلاد شجرة ثابتة بالأرض تعلمنا أيضا السباب وتعلمنا النوع ونضيب إلى ذلك أن شجرة دائما طلت إلى السماء فهي تنتجه إلى السماء من عام إلى عام عندما تنم ترفع ربيتنا وقلوبنا إلى السماء الأمر السادس في رسائل الميلاد العديدة قرية في اللعنة عندما ذهب القديس يوسف النظار مع أمنا القديسة مانيوم ولم يجد مكان في بيت لحمة بسبب الحصار والتعداد الذي كانت موجودا في ذلك الوقت نرى أن بيت لحمة كلها كانت مستحنة لا يوجد مكان ولكن صاحب البيت أشار عليهم مجود المزوة منعوش أن هذا المزوة ممكن أن يكون مكان ضيافة هو للحيوانات فقط ولكن أشار عليهم بوجود المزوة والتجنب أن يكون لهم ما عنديش مكان وهنا ظهرت صورة الإنسان الخادم أو الحياة الخادمة الحياة الخادمة التي تخدم الآخرين يجد أن يتجنب أن يكون كلمة ما عنديش أو ما فيش أو كلمة لا هو أوجد هذا المزوة نحن المزوة مزوة ولكنه حزيرة للحيوانات للصور والخبار ولبعض الحيوانات الأخرى وهذا المزوة صار مكانا مدافئا منيرا لامعا مشهورا في العالم وصارت الخدمة التي قدمها لصاحب البيت لا أعرف اسمه ولكنه قدمها بمحبة وحل مشكلة الخادم هو الذي يستطيع أن يحل مشكلة ويتجنب دائما أن يرفض طلبة لخدمة الآخرين ومساعدة الآخرين ولذلك صارت بيت الأحد الذي سأل صورة في يابوزة وصارت مشهورة في العالم هذه رسائل الميلاد النجم الحياة السماوية والشجرة الحياة المسمرة والمزوة الحياة الخادمة هذه الرسائل وعلى رسائل أخرى أود أن أقدمها لكم للجميع لكل كنيسة وكل مرشية لكل الأباء الأساطفة والأباء المخارنة والأباء الكهنة ومجالس الكنائس والشمال لكل الشعب والشباب والبخار في كل كنيسة وفي كل مكان يتواجد فيه الأخبار وهم يحتفظون بعيد الميلاد لهذا الميلاد تحياتي ومحبتي لكم جميعا من أرض النسل من أرض القديس مالي ماركوس كاروس بيلادنا العزيزة وهناكم جميعا وأرجو لكم كل خير في العالم الجديد وأن تذهب هنا ومعه الأمل شكراً لكم